معنا عبر الهاتف من درعى مراسلنا محمد الحوراني مرحبا بك معنا محمد تطورات الوضع لديك وموضوع الاتفاق والهدنة في درعى هل من خروقات ما التفاصيل لديك تفضل نعم أحمد مساء الخير يبدو أن قوات النظام بدأت بخرق الهدنة في ريف القنيطرة حيث سقط بعض القذاف اليوم على منطقة الحمدية ومنطقة الحمرية قامت قوات المعارضة بالمقابل بالردع على مصدر الإيران منطقة خان أرنبا لتمركز فيها ميليشيات فوج الجولان وميليشيات حزب الله الوثناني بالإضافة للسهداب أيضا منطقة حضر الشرق شمالي جباسة الخشب أيضا من قدر المعارضة السورية الجزير يذكر أحمد أن ريف القنيطرة كان ضمن قذاقية قرارة ومفتلاق النار المتفق عليها في أسبوعين تقريبا أما بالنسبة للعرعب فالنظام أزال يمارس بعض الخروقات في حيات درع على البلد هذا تم التهداف كل من حيات درع على البلد وغير السد ومخيم درعبها بعض القذاف لحول محمد أسألك سؤال باختصار الإجابة لو سمحت ماذا عن الدول الضامنة؟ الأردن اليوم ضامن للمعارضة وهناك روسيا ضامنة للنظام هذه الخروقات المتكررة ما هي ردة الفعلة العسكرية بالنسبة للقادة والفصائل الموجودين في الجنوب السوري عنها؟ كما ذكرت لك أحمد أن قوات المعارضة هم بالرد على مصادر صلاف النار من قد القوات النظام والجدير بذكر أن الشرطة العسكرية الروسية قد انتشرت في الجنوب السوري في عدة مناطق ولاتهم أحياء درع المحطة ومنطقة موشفين ومنطقة إزراء وأيضا في خربة غزالة هذه القوات الروسية كانت تورها لمراقبة قرار لخط إطلاق النار من جهة النظام السوري كما أنها طرق ضامن له أما من جهة المعارضة فتاعة الأردن يطرس الصامة للجهة الجنوبية المعارضة كانت تكتب بداية قرار لخط إطلاق النار واضحة تماما بطولها أنها تقوم أنها تلتزم بقرار لخط إطلاق النار ما تام أن النظام ملتزم بهذا المعارضة لا ردود أفعال من كلا الطرفين على ما يحدث شكرا جزيلا لك محمد الحوراني مراسلنا في درعا متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك